اشتركوا في القناة كل عبادة في التوحيد معناها التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لوحدوا واعبدوا الله ووحدوا الله العبادة هي التوحيد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أما عابدتم لأن الخصوم فيه تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أي توحيد التوحيد العبادة الثاني قلنا باب فهو التوحيد وما يكفر من الذنوب والتوحيد له فضاء كثير وتحقيق التوحيد قلنا حتى نحقق نفسدي بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمه أمه يعني إماما يقتدى به في أقواله وأفعاله في اعتقاده إن إبراهيم كان أمه قانثا كثيرا طاعم على الدهام عليه لله إخلاصا حنيثا مقبلا إلى الله منتعدا عن الشرك ولم يكن من المشركين البراها من الشرك وأهله شاكرا لأنعمل لأن النعمة بطلاء وتحتاج إلى شكر وليس الإشكال في حال الضراء الإشكال كل من الإشكال في حال الضراء وقليل من عبادي الشكر إذن لابد من الابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ستة قانتة إماما يقتدى به وكثير الطاعم على الدوام عليها إخلاص ضراءة من الشرك وأهله شاكرا لأنعمه حنيثا مقبل الله مجبرا على الشرك إزاق وثير ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمه أي شيء يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى قسمه إضافة أعيان وإضافة أوصان كل عين قائمة بذاته منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كل عين قائمة بذاته منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إلى خالقه إن أرضي واسح عين الأرض نعم هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه ذاته منفصلة عن الله كمان هذه إضافة أعيان الثاني إضافة أوصاد وهذا من باب إضافة الصفة إلى المنصوص غير مخلوق كل صفات الله سبحانه وتعالى نفهم الرحمن الرحيم الحي القيوم نعم يقول العلماء رحمهم الله أن خوالق العادات أربعة يعني هناك أشياء تأتي على أخلاف مع تات الناس يعني هذا الأخذ الآن لو طيه في الهواء بيدي يعني تات الناس هذا لا لكن يمشي من هنا لجامعة الإسلامية في ساعة كيف مثلا طبيعي جدا ممكن هذا يقول أن يمشي في ساعة صح نعم يمشي إلى مكة مثلا في عشرة أيام ممكن نعم لكن يمشي إلى مكة برجلية في نسف ساعة لا يصلي المغرب في والعشاء في مكة طيب خوالق عادات يقوله أربعة خوالق العادات كم أربعة الأول آية والشيخ بن عزيم الرحمة تعالى يقول لا تأتي بقول معجزة لما لا لأنه قال هذا هو الذي جاء في القرآن آية لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للدجالين آية والآيات انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أي إنساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي آية يقول هذا كفر وانتهى الأمر واحد آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الثاني كرامة تكون لأولياء الرحمن من كان مؤمنا تقي كان لله وليه الثالث معجزة وفتنة واستدرال وتكون لأولياء الشيطان لا إيمان ولا تقوى نسأل عبد السلام الرابع فضيح الرابع فضيح كيف نسأل عبد السلام كل من كذب عن الله يفضح في الدنيا قبل الآخر نسأل عبد السلام في حديث علي رضي الله عنه أنه بسخ في عينه ودعا له فبرع كأن لم يكن به وجه آية في الحديث هنا الآية المولى هذا الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره فتح خيبر تفتح حدنا خيبر يفتح الله على يده لكن أخواننا الصحابة ملتفتوا لهذا ملتفتوا للفتح لأنهم لم يخرجوا للغنيمة لم يخرجوا لإلا للآخرة قال لهم النبي يا أخواننا خيبر أموال نعم أموال غنيمة الصحابة رضي الله عليهم لم يلتفتوا لهذا الفتح لم يلتفتوا للدنيه فبات الناس يدوكون للفتح كلهم يرجو أن يعطاها إلى ماذا يلتفتوا محبة الله سبحانه وتعالى فقال أين عليهم سبحان الله تحقيقة الصحابة للإيمان بالقضاء والقدر لم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا مريض ونحن تعبنا وتفكر سحب لا اعلم أن ما أصابك لم يكن يوضي أكد جاءوا لرجل جاءوا لمسينما برجل في عينيه رمج مرض ممكن تقرأ على مريض يضرق وممكن لا يضرق قرأ عليه ذهب بصر فإصرعا فضيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بيع فيها ماء قليل قال يا رسول الله ادعو الله أن يبارك لنا في هذا الماء دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في الماء في البعر وإلى الماء يسر وصيل ما قال له عندنا بيع جاء تمتم وبصق جفع البعر حضيحة نصران هذا من زهولام أحمد قدياني الدعوة القديانية إلى يومنا هذا تنتشر وبعضكم يعرف أنه تنتشر نعم عندكم هناك ولا يحدد ساكنا ولا يدرم من زهولام أحمد قدياني هو مؤسس الفرقة القديانية مات أكرمكم الله في الحمار فقالوا لأتباعي قال أنا السنة طبعا لأتباع هذا قالوا تقولوا أن هذا الأبي كل نبي يدفت لحيث قبل هذه فضيحة نصران نعم ترجمة نانسي قنقر